موسيقى أعزائي طالبات وطالبات دبلوم المدارس السانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من مادة الدواجل ونتحدثنا في الحلقة الماضية عن تجهيز أو المعدات أو الأجهزة اللي هي داخل عنابر التسمين وأماكن تحضين كتكوت التسمين داخل عنابر التسمين وسعة وحجم عمبر التسمين اللي هو موجود عندي إن شاء الله نهاردة هنتحدث عن التجهيزات أو إيه اللي أنا بعمله بجريه داخل عنابر التسمين من أول دخول هذا الكتكوت إلى خروجه بعد 40 إلى 50 يوم في عنابر التسمين تعال نشوف مع بعض النهاردة أول حاجة هنبدأ بيها إيه الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للتربية في داخل عمبر التسمين من الحرارة أنا بستقبل كتكوت التسمين على درجة حرارة 32 إلى 33 درجة مقوية وبقلل درجة الحرارة كل يوم تدريجيا درجتين يعني كل أسبوع مثلا بقلل درجتين في نص الأسبوع الثاني بقلل درجتين حتى أصل بالكتكوت إلى درجة الحرارة الطبيعية اللي هي عند 24 إلى 25 درجة مقوية في الأسبوع الأخير من عملية العمر أي من وصول الكتكوت إلى نهاية التسمين فبالتالي بيكون الكتكوت عنده سرعة تريش وغطى جسمه به الريش فمش محتاج درجة حرارة عالية لأن أنا بغزيه من العلائق الموجودة سواء عليك ببادئ أو نامي أو ناهي بعد كده بعمل حواجز أسفل مصادر الحرارة عشان الكتكوت ما يتجمعشي حوالين أو جنب مكان الحرارة الموجودة سواء كانت دفيات أو سائل التدفية اللي هي موجودة وبضمن أن الكتكوت أنه بيبقى منعزل بعيد عن مصادر الحرارة عند استعمال الدفيات الشمسية بخصص لكل دفاية 400 إلى 500 كتكوت داخل عمبر التسمين كذلك بضع حواجز 75 إلى 90 سنتي خارج حدود الدفاية وببعد مسافة 20 سنتي بعد 10 تيام وبزيل نهائيا عندما يكون الجو دافئا اللي هو عن درجة حرارة 24 إلى 25 درجة مقوي في الأسبوع الأول من عمر الكتكوت بتكون درجة الحرارة اللي هي درجة الاستقبال من 32 إلى 34 درجة مقوي الأسبوع الثاني من العمر بيكون حوالي درجة حرارة العمبر التسمين من 28 إلى 32 درجة مقوية يبقى كل يوم أو كل أسبوع بنزل درجته الأسبوع التالت من العمر بتصل درجة الحرارة من 25 إلى 28 درجة مقوية وبقدر أزبط درجة حرارة عن طريق الترمومتريات اللي هي موجودة أو أجهزة الروتوب اللي هي موجودة داخل عمبر التسمين في الأسبوع الرابع من العمر حتى نهاية التسمين بتكون درجة الحرارة اللي هي العادية حوالي 21 درجة مقوية طيب نسبة الرطوبة الرطوبة عامل مهم جدا بالنسبة لعملية التسمين وبتأسرع العملية التسمين لازم تكون الرطوبة حوالي 60 إلى 70% داخل مساكن أو عمبر التسمين يبقى نسبة الرطوبة 60 إلى 70% وبتأكد منها يوجد اضطرابات نفسية أو اضطرابات تنفسية داخل العمبر أو هذه الاضطرابات بتضعف حيوية الطيور أو بتؤثر أو بتبطئ من معدل صلعة النمو بالنسبة لكاتكوت التسمين عدم وجود أيضا روايح كريهة لأن الروايح الكهرية ديت في داخل عمبر التسمين كل ما زادت نسبة الرطوبة عن 70 إلى 80% فالكاتكوت بيخرج الزرك اللي هو موجود عنده فبيخرج الزرك لو زادت نسبة الرطوبة داخل العمبر فبتنشط الأمونيا اللي هي موجودة بتنشط عملية اللي هي الروائح الكريهة داخل العمبر يبقى لازم أضبط درجة حرارة العمبر من خلال 60 من خلال 32 إلى 34 طب نسبة الرطوبة كان 60 إلى 70% لو نسبة الرطوبة زادت بتؤدي إلى ظهور أمراض فيروسية داخل العمبر وتصاعد غاز الأمونيا اللي هي موجودة أقدر أتغلب على ذلك أن أنا بشيل الطبقة اللي هي موجودة اللي هي داخل عمبر التسمين اللي هي مبتلة بالرطوبة أو مبتلة بالمية فلازم أكون حذر جدا عند وضع المساقي أو عند وضع المعالف داخل العمبر إنما ما يقعش مني مياه داخل العمبر أو على الفرشة لو ويقع مني مياه داخل العمبر أو الفرشة في داخل مجال التحديد أو داخل عمبر التسمين فترتفع نسبة الرطوبة وبترتفع نسبة الأمونيا اللي هي موجودة بتؤدي الترباط تنفسية واستنشاق غاز الأمونيا اللي هي موجود وبتؤدي بعد ذلك إلى اختناق لهذا الكاتكوت اللي هو كاتكوت التسمين ازدياد الرطوبة بتحدث لي بعد بعض المشاكل اللي هي موجودة ثم عملته التهوية لأن التهوية داخل عمبر التسمين جيدة جدا أنا بفتح التهوية أو بشغل التهوية بسيطة جدا عن طريق شبابيك اللي هي الشيرينجهام عشان منعا لدخور طيار هواء مفاجئ للكاتكوت حتى لو يؤدي إلى اضطرابات نفسية أو نشاط اللي هي الأمراض التنفسية أو الأمراض الفيروسية التهوية من العوان مهمة جدا لأن التهوية بتعملها على تجديد الهواء وبتخلص من الغازات الضارة زي غاز الأموليا اللي هو موجود اللي هو الناتج عن طريق التفاع نسبة الرتوب داخل عمبر يبقى أنا بزبط درجة الحرارة 32 إلى 34 ورتوبة 60 إلى 70% في نفس الوقت برضو التهوية في العمر الصغير أول 3 أيام لازم يكون فيه هواء ساكن سرعة هذا الهواء 3 من 10 متر في الثانية يبقى إذن هنا هواء ساكن وبزود معدلات التهوية وسرعة الهواء بالنسبة لعمل الكاتكوت والحالة الجوية اللي هو موجود فيها عمبر التسمين أو أماكن التسمين طيب الإضاءة زي ما انت شايف معايا بعض في الصورة الإضاءة لازم تكون كافية عشان الكاتكوت يقدر يتناول الماء يقدر يتناول الغزاء اللي هو موجود يقدر يتناول هاجر عمليات التحسين هاجر عمليات نظافة داخل العمبر هاجر عمليات توزيع المعالف داخل العمبر والمسائي هضع علف النهاردة خمسين كيلو مت كيلو لازم تكون الأضاءة عندي كافية عشان الكاتكوت يقدر يستهلك العلف اللي هو موجود لأن العلف دوت بيؤثر على كمية الإنتاج المنتج بالنسبة للكاتكوت تسمين بعد ذلك الإضاءة في العنبر أول تلات يام بتكون لمدة 24 ساعة ثم يتم عمل ساعة واحدة إزلاب ليه؟ عشان يقدر ريح الكاتكوت من شدة الإضاءة اللي هي موجودة يبقى أنا أول تلات يام لازم الإضاءة تكون كافية ثم أفصل ساعة إضاءة واحدة إزلاب ودي بتفضل أن تكون ليلا برامج الإضاءة في عندي اتنين برنامج برنامج متصل بالنسبة للإضاءة وفي عندي برنامج منقطع أو بتقطع بالنسبة للإضاءة هل الإضاءة بتتم يوميا؟ ممكن أقفى الإضاءة ساعة بالليل أقطع عملية إزلاب أو أن أنا بالنهار أقطع ساعة إزلاب يبقى أنا أقفل الستير والموجود والشابيك الموجودة عشان أقدر أعمل ساعة إزلاب بالنسبة للطائر التسمين عشان يهدأ الطائر لأن الطائر بيكون مشحون بالأكل أو مشحون بالمية وفي نفس الوقت لو أنت مساكت الطائر الموجود بتلاقي درجة حرارة الطائر حوالي 37 درجة مقوية أعلى من درجة حرارة العنبر يبقى أنا لازم أزبط درجة حرارة اللي هي الملازمة لازم أزبط التهوية داخل العنبر لازم أزبط الرطوبة اللي هي موجودة 60 إلى 70% دي كلها المعاملات لازم أكون رعيها فنيا أو القائم بعان التسمين بيراعي كل هذه العلامات الفنية أو المظاهر الفنية عشان يصل إلى معدل سرعة نمو عالي بالنسبة لطائر التسمين كذلك أيضاً عند الفرشة الفرشة لازم تكون جافة لازم الفرشة تكون جافة ما تكونش الفرشة رطبة في داخل عنبر التحضين أو عنبر التسمين مهمتها الفرشة أنها بتمتص الرطوبة اللي هي النتجة من عملية الزرك أو عملية الإخراج بالنسبة لطائر التسمين طبعاً عندي هنا نوعين أو طريقتين لوضع الفرشة معنى ذلك إيه؟ في ممكن قضع الفرشة في الصيف بتختلف سمكها عن الفرشة اللي هي موجودة في فصل الشتاء لدرجة حرارة الصيف بتكون درجة حرارة عالية موجودة حوالينا العنبر أو في أماكن التسمين فبقى فبحط فرشة على سمك 3 إلى 5 سنطي في الصيف لكن 5 إلى 7 سنطي خلال فصل الشتاء يبقى لازم ألاحظ أن تتندول مضع فرشة التسمين اللي هي داخل العنبر أو أسفل الكاتاكيت الناتجة في عملية التسمين كذلك عندي برضو التغذية والمعالف التغذية والمعالف في عندي كذا نوع من أنواع العلائق المقدمة لعملية التسمين أو تسمين الطار في عندي عليك بادئة اللي عليك البادئة بتبدأ من عمر يوم حتى تصل إلى 15 يوم نسبة البروتين من 23 إلى 24% يبقى هنا بلاحظ حاجة بلاحظ أن فيه 3 أنواع من العلائق التسمين اللي هي بقدمها لطار التسمين اللي هو موجود عندي فيه علف بادئ فيه علف نامي فيه علف ناهي البادئ من عمر يوم حتى 15 يوم ويقدم عليك تحتوي البادئ نسبة البروتين فيها 23 إلى 24% في عندي عليك أخرى عليك أمامية اللي هي من عمر 16 يوم حتى 30 يوم نسبة البروتين بتكون من 21 إلى 22% بروتين في عندي نوع من العليقة اللي هي العليقة الناهية بقدمها من عمر 31 يوم حتى تصل إلى نهاية عملية التسمين سواء كان 40 يوم أو 45 يوم حسب نوع السلالة وده متوقف حسب النوع الكاتكوت اللي أنا بربيه في داخل مزارع التسمين بقدم نسبة العليقة دي فهنسبة بروتين من 18 إلى 19% بروتين طب نسبة البروتين قليلة ليه في هذه العليقة اللي هي العليقة الناهي أقولك فيه هنا عندي حاجة الطقر وهو صغير عايز نسبة بروتين عالي عشان يبني جميع الأجهزة اللي هي موجودة عنده عشان يبني أو يزود سرعة النمو يبني اللحم يبني العظام فبديله عليقة من علف البادي نسبة البروتين 24% لحد 15 يوم بعد كده لمدة 15 يوم أخرى بدي عليقة باديقة نسبة البروتين بتكون من 20 إلى 21% يعني إيه نسبة البروتين عند نسبة البروتين جاي من الحتة جاي من فولسوية اللي هي موجودة بزود نسبة فولسوية وقلن نسبة فولسوية حسب الوقت اللي أنا بسمم فيه أنا بسمم بعد كم 15 يوم بسمم في الفترة الأولى ولا في الفترة الثانية ولا في الفترة الأخيرة اللي هي قبل نهاية عملية التسمين الفترة الأخيرة اللي هي قبل نهاية عملية التسمين بضع عليقة علف ناهي يعني إيه؟ علف ناهي بزود نسبة الكربوهايدرات على حساب نسبة البروتين طب نسبة البروتين بتكون كام؟ نسبة البروتين بتكون من 18 إلى 19% حتى تصل إلى مهاية عملية التسمين لأنك تكون التسمين مش محتاج أنه هو نسبة بروتين عالية هو عايز نسبة كربوهايدرات عشان تلاقي بعد كده بتيجي تسبح هذه الفرخة بتلاقي في طبقة من الدهن موجودة طب الكربوهايدرات دي هحصل عليها منين عن طريق الزرة المجروشة اللي هي موجودة يبقى بزود نسبة الزرة الصفراء في العليقة على حساب نسبة البروتين اللي هي نتجة من فولوسوية أو نتجة من أنواع اللي هي المصادر النباتية الأخرى لنسب البروتين في علائق التسمين تعال نشوف مع بعض تاني فيه ايه عندي؟ فيه عندي برضو تاني اللي هي تدريج في عملية تناول العليقة بالنسبة لأن تقر من البادي إلى النامي إلى الناهي يبقى عندي تلات أنواع من العلائق علف بادي ثم علف نامي ثم علف ناهي بخصص لكل كتكوت مساحة اتنين ونص لتلاتة سنتي من المعلفة يعني ايه الكلام ده كله؟ أنا عندي مثلا حوالي ألف كتكوت الألف كتكوت هيحتاج كم معلفة عندي أو هيحتاج كم مسأة عندي بالنسبة للمعالي في الكتكوت عايز من اتنين ونص لتلاتة سنتي من المعلفة بس ده فينا حتة في بداية عملات التحضين وبزود بعد كده إلى خمسة سنتي كتكوت يحتاج خمسة سنتي من مساحة المعلفة عند عمره أسبوعين وسبعة ونص سنتي من بدءا من الأسبوع السابع حتى نهاية اللي هو الأسبوع الثامن اللي هو نهاية فترة التسمية ببدأ من اتنين ونص إلى سبعة سنتي مساحة الكتكوت على المعلفة يبقى أنا بحط المعالف حسب هذه النسب حسب عدد الكتكوت داخل العنبة بوزع المسائي والمعالف بالتبادل على شكل غراب بالتبادل مسأة في الأول ومسأة في الآخر بينهم مسأة معلفة وهكذا أو بالتبادل وبعمل عملية حواجز داخل عملية التحضين بعيدا عن الدفيات اللي هي موجودة في داخل مساكن التسمية كفاة التحويل الغذائي يعني ايه كفاة التحويل الغذائي كمية العلف التي يستهلكها الطائر بالكيلو جرام لإنتاج كيلو لحم اللي احنا قلناها فين تمام برافو عليك ما قلتلك نسبة التحويل أو معامل التحويل اللي هي نسبة اتنين إلى واحد فمعامل التحويل القياسي في طائر التسمين أو في بدار التسمين بتكون واحد وسبعة من عشرة إلى اتنين واثنين من عشرة لو حصلنا على هذا الرقم في نهاية الدورة فده مقياس ناجح جدا لمشروع التسمين أو اللي قائم على عملية التسمية ولكن تختلف هذه النسبة حسب السلالة اللي نبربي منها كتكوت التسمية وإنما عندنا فيه سلالات كثيرة جدا لي كتكوت التسمين فبالتالي بيزيد معامل التحويل أو يقل معامل التحويل مرتبط بكفاءة التحويل ونسبة النسبة الوراسية للطائر التسمين يكون وزن الدجاجة في حالة التسمين عند عمر التسويق كيلو 200 جرام في عمر 45 يوم في السلالات الكياسية وتستهلك الدجاجة خلال هذه الفترة اللي هي معامل التحويل بقى في حدود 3 إلى 4 كيلو جرام علف يعني 3 كيلو ل4 كيلو ممكن يأكل 3 كيلو ونص وينتج لي 2 كيلو إلى 200 جرام اللي هو كيلو 800 جرام على وزن الطائر لحم فيه كتكوت التسمين فيه كسافة التسكين يعني ايه كسافة التسكين أنا العنبر عندي مساحته 9 مثلا في 12 متر أو مساحته مثلا حوالي 20 في 30 متر المساحة الكافية للطائر قد ايه في داخل عمبر التسكين هل المساحة اللي هي 9 في 12 متر ده 9 750 كتكوت إلى 1000 كتكوت ويختلف العدد حسب فصل الصيف بقل الكمية في فصل الصيف عشان درجة الحرارة عليها لكن في فصل الشتاء بيكون حوالي 800 إلى 1000 كتكوت في داخل المساحة اللي هي 9 في 12 متر يبقى أنا المساحة عندي مرتبطة بإذا كنت هربي في فصل الشتاء أو إن أنا كنت هربي في فصل الصيف تعالي نشوف مع بعض ما كسافة التسكين كسافة التسكين 20 كتكوت في المتر المربع من عمر يوم حتى 21 يوم ثم 15 كتكوت إلى 20 كتكوت في المتر المربع من عمر 21 يوم حتى نهاية فترة التسمين يبقى دي معادلة أنت ساعدتك تقدر تعملها في المتيجة ربي أو تسمن مشروع تسمين الكتكوت برنامج الوقاية والتحسينات في دورة التسمين يعني إيه برنامج الوقاية في دورة التسمين بستقبل الكتكوت على درجة حرارة 34 درجة مئوي وبنزل كل 3 أيام درجة مئوي اليوم الأول حتى اليوم الرابع بعطي سيبروكوليستين ألف دال 3 هف صباحا ومساء جرعة بان فلاور يعني إيه خليك معي في الحتة دي أنت ساعدتك المساء ما تكون بتكشف عندي دكتور فيه دكتور ممكن يقولك لا ابدأ بالمضاد الحيوي الأول وفيه دكتور تاني يقولك لا ابدأ بالفيتامينات فبرنامج التحسين بالنسبة للدواجن لحد الآن محدش جاب آخر نتيجة لبرنامج التحسين كل دكتور بيطري أو كل متخصص بيطري في مشروع التسمين له طريقة في عملية التسمين هل يدي مضاد الحيوي الأول طب لو يدي المضاد الحيوي يدي المضاد الحيوي الصبح ولا يدي المضاد الحيوي في آخر النهار في بعض الناس اختلفة في بعض الناس تعطي لطائر التسمين المضاد الحاوي في آخر النهار وفي بعض المشرفين البطاريين بيعطي المضاد الحاوي في بداية النهار وبعد 3-4 ساعات يدي جرعة ليرفع جهاز المناعي بالنسبة للطائر جرعة من فيتامينات زي فيتامين ألف أو فيتامين دال 3 هي فدي التحسينات ليس هناك متخصص اتفق عليها في مجال الطب البيطاري بالنسبة لمشروع التسمين أو بالنسبة لكاتكيد التسمين الموجود تعالوا نشوف مع بعض بعض التحسينات اللي هي بتجرى اليوم الأول حتى اليوم الرابع في بعض الدكات المتخصصة بيعطي سيبروكولستين ألف دال 3 هي صبح يبقى بدي الاتنين مع بعضهم سيبروكولستين مع ألف دال 3 هي وفي المسا بيدي جرعة بانفلاور عشان ينشط الجهاز المناعي اللي هو بوجوه اليوم الخامس إلى اليوم السادس بيدي فيتامين به وكاف وكولين وألف دال 3 هي يبقى في اليوم الخامس اليوم الخامس واليوم السادس بيدي به كولين وبيدي فيتامين كاف وبيدي ألف دال 3 هي ألف دال 3 هي ده فيتامينات اللي هي منشطة لحيوية الطائر اللي هو موجود عندي هو خد جرعة من السيبروكلستي الجرعة دي بتهمد الطائر فعايز يرفع درجة الحرارة درجة مناعة الطائر ودرعة حويته فبيعطيه ألف دال تلاتة اللي هو المنشط الحيوي اليوم السابع بيحصن هيتشنار فيه تحسين عندي هيتشنار اللي هو جنبورو 78 صباحا ثم بيرفع مناعة الطائر عن طريق انه بيعطي ألف دال تلاتة للطائر اخر النهار يبقى بيحصن الصبت وبعد ساعتين تلاتة بيدي جرعة رافع مناعة او اي نوع من انواع النار رافع مناعة احنا عنداش استطاع ان احنا نقول فيه بعد انواع رافع مناعة كتير موجودة في السوق بس بيدي جرعة رافع مناعة عشان يقدر يحصن الطائر ويرفع درجة حيويته من عملية التحسين وطول النهار بيعطي الباق الموجود اليوم السامن بيحصن سنائي مية انفلوانزا يعني بيعمل تحسين نيو كاسل تحت جلب الرقبة وبيعطي هي سيلينيام ثم الف دال تلاتة هي وباقي اليوم بيعطي مضادات بيعطي ماء ابيض عشان يقدر يخسن الكلاة اللي هي موجودة بالنسبة لي الطائر يبقى في اليوم التامن بيحصن نيو كاسل تحت جلب الرقبة وبينزل وبيعطيه ايضا فيتامين هي سيلينيام والف دال تلاتة هي وباقي اليوم بيعطي جرعات مية عادية بحيص لو الطائر احتاج لكمية المية اللي هي موجودة عشان يقدر يخسل الكلاة اللي هي متجة من عن طريق المضادات الحيوية اللي موجود اليوم التاسع واليوم العاشر بيعمل راحة لكل التحصينات وكل الأدوية اللي هي موجودة وبيعطي ماء ابيض وبيعمل عملية الماء الابيض ده لو بيعطيه موجودش مضادات حيوية ولا اي جرعات فيتامينات بيعطي ماء عشان يقدر يخسل الكلاة اللي من الكلاة موجودة عندها اللي هو سطرات موجودة املاح متراصبة في داخل الكلة اليوم الحداشر واليوم الاثناشر واليوم التلاتاشر من بداية عملية التحصين بيدي جرعة مضادة للسمو بهكاف كولين ورافع مناعة رافع مناعة اي نوع انواع رافع المناعة ممكن انت لو استخدمت الطوم اللي هو الطوم العادي اللي هو الطبيعي وتقدر تضربه في الخلاط وتضيفه على الماء الطوم ده يعتبر رافع مناعة بالنسبة للطائر يبقى لازم ارفع جهاز المناعة اللي هي موجود بعد عملية التحصين يبقى في اليوم التاسع بيدي مية عادية خالص عشان يقدر يخسل الكلاة اللي هي موجودة وبينضف الجهاز البولي بالنسبة للطائر عشان يبدأ بعد كده في اليوم العاشر او الحداشر والتناشر هيبدأ يعطي تحصينات تانية اخرى الى نهاية عملية التسمين يبقى كل 3 ايام بيعطي جرعات وبيريح يوم عشان اليوم اللي بيريحه هيعطي الطائر الماء عادي عشان خطر يخسل الموجود عنه وبعد كده اليوم اللي بعده يبدأ يعطي 3 ايام و4 ايام متواصلين من المدات الحيوية او رافع مناعة ثم بيفصل يوم عشان يخسل جسم هذا الطائر وفي لحد ما يصل الى نهاية عملية التسمين بعد ذلك اليوم اللي 14 بيحصن جنبورو عترة وباقي اليوم بيعطي رافع مناعة ايه هو التحصين تحصين الجنبورو او اللاسوتر او اي نوع من نوعه التحصين لازم يكسر الزجاجة او يفتح الزجاجة اسفل الماء هو بيجهز زي جردل او بيجهز المسأة اللي هي موجودة او بيجهز البرميل وبيفتح الزجاجة اللي هي فيها التحصين زي التحصين اللي انت بتحصنه عادي فبيفتح الزجاجة وبيجهز يكسر الزجاجة او يفتح الزجاجة اسفل الماء يعني تحت الماء عشان ما يحصلش عملية بكتيريا لاهوائية تقدر تختلط بهذا الميكروب ويفشد هذا الميكروب بعد ذلك بيوزع الماء على جميع عجزاء المساء اللي هي موجودة في داخل العنبة المسأة مثلا حوالي 4 لتر المسأة الأربعة لتر ما بيملاش المسأة الأربعة لتر بيمل حوالي مثلا 200 سنتي او 300 سنتي لانه بيوزع المسائف داخل العنبر في سرعة لانه كل الكتكوت عشان يقدر يضمن انه هو خد التحصينات اللي هي موجودة بعد ما خلصت جرعة التحصين يبدأ انه بعد ذلك يسقي ماء عادي عشان يقدر يخسل الكلة اللي هي موجودة يبقى عنده شط التحصين بكسر الزجاجة او بفتح الزجاجة في وجود الماء عشان ما يحصلش تفاعل بين البكتيريا الاهوائية مع البكتيريا اللي هي موجودة او مع المصل اللي هيعطيها او التحصين اللي هيعطيه للطائر عشان يقدر يرفع مناعة الطائر ويصل التحصين طبيعي الى الطائر بيخسل بعد ذلك به الماء عن طريق جرعات من الماء اللي هي موجودة من اليوم الخمستاشر حتى اليوم السبعتاشر جرعة اموكسي اللي هي جرعة مضادة كوكسيديا وبيعطي فيتامين كافي 12 كل 12 ساعة يعني بيعمل ايه؟ في اليوم اللي هو السبعة الخمستاشر او السبعتاشر وممكن بعد اليوم التالت او اليوم الرابع لان برامج التحصين مختلفة حسب الدكاترة اللي هي موجودة طائر الكوكسيديا بتنشط بعد 3 ايام او بتنشط بعد 12 يوم من وضع الكاتكوت داخل العنبر فبالتالي لازم يعطي جرعة من الشطة او مضادة للكوكسيديا الكوكسيديا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجمعات من الزرك دموية في داخل مصران هذا الطائر لو التجمعات دي تنزل مع البراز هيحدث انتشار في داخل العنبر وحوالين المسائق وحوالين المعالف فبقدي الى زيادة جرعات الكوكسيديا اللي هي موجودة او انتشار برد الكوكسيديا عشان كده بيدي جرعات مضادة للكوكسيديا بعد 3 ايام او بعد اسبوع او بعد اليوم الـ 12 او اليوم الـ 13 عشان يمنع الكوكسيديا ان الكوكسيديا من اخطر الامراض اللي بتسبب الهزال والضعف في مزارع انتاج اللحم او مزارع التسمين جرعة كولستين بيدي برد جرعة كولستين بعد عملتها التعطيش كولستين سيبرو او اي نوع من انواع الكولستين اللي هو موجود زائد عندي اليوم الـ 18 بيحسن كولي او كولون IB بيرفع المناعة يعني بيدي كولون IB عشان يقدر يرفع مناعة الطاقة في اليوم الـ 19 لليوم الـ 21 يعني 3 ايام بيدي كرعة يومية بعدد الايام مضاد سموم وبيحط معاه بهكاف كولين عشان يمنع تغلطات الدم اللي هي موجودة من عملية التحسين او من عملية الناس في الدم لان بهكولين دو بيمنع التغلطات اللي هي موجودة او اللي هتؤثر بعد ذلك في عملية التسمين عزائي وصلنا الى نهاية هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة اتمنى لكم دوامة تقدم والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة